بسم الله الرحمن الرحيم يصر قسم الرياضيات الصف السادس بمدرسة الأندلس الإجدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم تمثيل الأعداد النسبية في المستوى الإحداثي لا تنسى الإعجاب بالقناة والضغط على زر الاشتراك سابسكرايب وزر الجرس ليأتيك كل جديد ما هو المستوى الإحداثي؟ المستوى الإحداثي هو شبكة تتضمن خطي أعداد يتقاطعان في زاوية قائمة عند الصفر ويقسمان المستوى إلى أربعة أربع يسمى الخط الأفقي المحور X بينما يسمى الخط الرأسي المحور Y وهذا هو رسم المستوى الإحداثي عندك الخط الأفقي مكتوب عليه المحور X والخط الرأسي هو المحور Y ويتقاطعان عند النقطة 0 عندما يتقاطع الخطان يقسمان المحور إلى أربعة أربعة الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابعة مثل النقاط التالية في المستوى الإحداثي لتمثيل أي نقطة بالإحداثيين X و Y النقطة الأولى تسمى X والنقطة الثانية تسمى Y ولا يجوز تبديل النقطتين هذا زوج مرتب الـ X في مكانها والـ Y في مكانها لا يجوز عكس النقاط ما ينفع نقول 2 و 0 لكن 0 و 2 0 هي الـ X 2 هي الـ Y ابدأ من نقطة الأصل 0 و 0 استعمل الإحداثي X للنقطة للتحرك إلى اليمين إذا كان موجب أو إلى اليسار إذا كان سالب على امتداد المحور X استعمل الإحداثي Y للنقطة للتحرك إلى أعلى إذا كان موجب أو إلى أسفل إذا كان سالب على امتداد المحور Y ثم نعين النقطة في المستوى الإحداثي ثم نسميها انظر إلى هذه الرسمة المحور X و يتعامل عليه المحور Y و نقطة الصفر في المنتصف نريد أن نمثل النقطة S صفر و 2 نقف عند نقطة الأصل صفر ثم نصعد إلى أعلى لأن نقطة Y موجبة 2 سنصعد إلى أعلى ثم نضع النقطة عند الاثنان نضع النقطة S و نكتب صفر و 2 النقطة R سالب 1 و 1 أولا نقف عند الصفر و نتجه إلى اليسار عند السالب 1 ثم نصعد إلى الأعلى لأن الواي موجب فنصعد إلى أعلى عند النقطة 1 و نضع R عند سالب 1 و 1 النقطة Q 2 و 3 نتجه إلى أولا نقف عند نقطة الصفر ثم نتجه إلى اليمين لأن الاثنان موجبة ثم ننزل إلى أسفل لأن الواي سالبة ننزل إلى سالب 3 و نضع النقطة Q 2 وسالب 3 أكتب الزوج المرتب للنقاط التالية أولا نقطة B نلاحظ أن نقطة B هي سالب 5 على المحور X ثم صعدنا إلى أعلى عند النقطة 2.5 فيكون الإحداثي هو سالب 5 و 2.5 النقطة R أولا اتجهنا إلى اليسار عند النقطة سالب 5 ولم نتحرك إلى أعلى أو أسفل فتكون إحداثيات النقطة R هي سالب 5 هي سالب 5 و 0 النقطة T نلاحظ أننا وقفنا عند الواحد ونصف 1 و 5 و 5 من 10 في اتجاه اليمين ثم صعدنا إلى أعلى عند الـ 2.5 أو 2.5 فيكون الإحداثي هو 1.5 و 2.5 1 و 1.5 و 2.5 النقطة Q تلاحظ أن النقطة Q اتجهنا إلى الخمسة ثم نزلنا إلى أسفل لأن الواي سالبة ثم حددنا النقطة هي 5 وسالب 3 فيكون إحداثيات النقطة Q هي 5 وسالب 3 النقطة S تجد أنها عند سالب 2.5 ونزلنا إلى أسفل عند النصف فيكون إحداثيات النقطة S هي سالب 2.5 وسالب نصف النقطة U عند السالب 1 ثم نزلنا إلى سالب نصف فيكون إحداثيات النقطة U هي سالب 1 وسالب نصف نلخص نلخص ما درسنا تعلمنا اليوم ما هو المستوى الإحداثي وقلنا أن المستوى الإحداثي هو شبكة تتضمن خطي أعداد يتقطع عن في زاوية قائمة عند الصفر يقسمان المستوى إلى أربعة أربعة يسمى الخط الأفقي المحور X بينما يسمى الخط الرأسي المحور Y تلاحظ أن المستوى الإحداثي مقسوم إلى أربعة أرباع الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع مثلا إذا أخذنا النقطة 2 و 2 فإنها تقع في الربعة الأول 2 و 2 تقع في الربعة الأول أما إذا أخذنا سالب 2 و 2 فإنها تقع في الربعة الثاني وإذا أخذنا سالب اثنان وسالب اثنان فإنها تقع في الربع الثالث أما إذا أخذنا اثنان وسالب اثنان فإنها تقع في الربع الرابع وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم ومع لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبني اشتركوا في القناة